لم يعد تلوث الشاطئ اللبناني خبراً فحتى خرائط جوجل تظهر البقعة الرمادية التي يتفنن في رسمها الصرف الصحي والنفايات في أغلب المناطق الساحلية وهو ما يتطابق والتقرير الصادر عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إذ جاء في التقرير السنوي أن الشاطئ اللبناني كله ملوث بالجراثيم والكيميائيات وبالمعادن الثقيلة لكن تختلف نسبها بين منطقة وأخرى على النحو التالي في شكة والبترون وجبيل والجية والدمور والنقورة نسبة التلوث تراوحت بين خفيف ومقبول أما في العبدة وطرابلس وطبي وجونية والرمل البيضى وصيدى وصور فقد سجلت نسب تلوث عالية جداً هلأ في خطورة مباشرة على المواطن خاصة بالبكتيريا لأنه البكتيريا بتأدي لالتهابات إذا كان عنده جروح أو حتى إذا بتلع ماء موسيقى لأله المواد الكيميائية والمعادن تقيلة خطرة كمان عليه على الجلد بتسبب التهابات الجلد أو حوكيك ولذلك نحن صنفنا شاطئ البحر بمناطق خطرة ومناطق أكل خطورة دايماً المناطق الخطرة هي المناطق الموجودة كرب مكبات النفايات كرب مصبات المجارير وكرب المدن الكبيرة معايير الأمريكية بتعتمد 100 جرسومي بالمليمتر نحن عم بيوصل لعنا 2003 و14000 وحتى أكثر من هيك بالمليمتر الفضيحة اللبنانية التي تناقلتها الصحافة الأجنبية ترى فيها النقابات السياحية تهويلاً يضر بالاقتصاد دائماً التركيز على هؤلاء الأمور هلأ حصلوا لا مش هلأ حصلوا هؤلاء الأمور متزقصاً صاروا زمن ومش هلأ يعني صاروا بدهم معالجة أكيد بدهم معالجة بس ما بدنا نخوف الناس ما بدنا نرعب الناس هذا الموضوع وأنا بأكدلك أن معظم الناس مش أخذبه بهذا الموضوع بعالي اعتبار خاصة على الشواطئ أنا برأي في تهويل يعني في تهويل أعلامي بهذا الموضوع قد يكون هادف وقد يكون غير هادف هذا موضوع آخر بس أنا برأي الناس يعني مش معنية هذا الموضوع القاعدة باتت واضحة إذن تماماً كوضوح مصدر التلوث كلما اقتربنا من مكبات النفايات ومصابات المجارير والمدن الصناعية زادت الأضرار التلوث في كل مكان فهل من مسؤول يرى ويشم نعيم برجاوي قناة الجديد